كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن مقتل 31 عسكرياً إيرانياً في كردستان العراق ونقلت الوكالة عن المسؤول الإيراني محمد رضا بياني تأكيده بأن القتل سقطوا في عدة عمليات في شمال كردستان العراق دون الإشارة إلى نوعية تلك العمليات مشيراً إلى أن القتل سيتم نقلهم إلى طهران عبر معبر باشماخ الحدودي مع العراق نهاية الأسبوع الجاري